أعلنت وزارة صحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في مدينة دير البلح لطفل يبلغ عشرة أشهر لم يتلقى أي جرعة تحصين ضد الفيروس وشددت صحة الفلسطينية على أن استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة قد نجم عنه كارثة صحية بشهادة المنظمات الدولية مشيرة إلى أن عدم توفر خدمات الصرف الصحي وعدم توفر مياه الشرب الآمنة قد خلق بيئة مواتية لتفشي وانتقال العديد من الأوبئة